السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول من التعليم الصناعي أهلا بكم في أول حلقة في الترم الثاني وأتمنى طبعا اللي انتوا كنوا نجحتوا في الترم الأول إن شاء الله أنا متأكد لناس اللي امتبعنا إن شاء الله ونستمر النجاح ده continue our success in the second term ونستمر بالنجاح ده إن شاء الله في الترم الثاني زي ما قلتلكم طبعا الترم الأول هيبدأ بـ unit 7 unit 7 في منهج اللغة الإنجليزية طيب نشوف بقى حبيبي unit 7 طبعا الـ title لأنوان بتاعه زي ما انتوا شايفين كده بأنوان predictions 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 يعني تنبؤات أو توقعات طبعا إحنا زي ما احنا متعودين من الترم أول بنبدأ بالأهداف بتاعتنا بتاعت الدرس وطبعا ده unit 7 prediction ويعنوانه تنبؤات أو توقعات والطبق طبعا الموضوع اللي هنتناوله إن شاء الله وهناخد الأهداف بتاعتنا technological change from present to future زي technological change we are tackling هنتناول مع بعض وهنتعلم وهنعرف technological change from present to future يعني التغير التكنولوجي اللي حصل من الوقت الحاضر والمستقبل وهنعمل مقارنة وتنبؤات اللي ممكن يحصل في التغير التكنولوجي طيب إن شاء الله في الدرس دوت في قبل نهايته إن شاء الله هنبقى قادرين طبعا إن شاء الله وهنعرف بإذن الله دي طبعا يعني الوظائف اللغوية اللي احنا ناخدها من أهداف الدرس إزاي اللي احنا نعبر على وإن يعني إيه برافا عليكم شايف ناس مسح صحة معي هوا إزاي نعبر على التنبؤ أو الطاقة في المستقبل والقدرة معي بقى نجيب وراء وقلم بقى ونصور بقى نعمل سكينشوتس لكل السلايدز معنا المهمة عشان درس مهم جدا أول درس في الترم التن برضو إحنا هناخد أفعال واستخداماتها وهندخلها في إجسامبلز يعني جمل فيرب زي بيرن يحرق فلوت وطبعا هنكتب معناهم كلهم ويسينك يعني يختص وفلوت طبعا يعني يطفو وفوكابلوري أوف كنترولز كلمات اللي هي بتتاخل مع كنترولز يعني أدوات التحكم زي مانيول وأوتوماتيك وريموت طبعا خاصة بالماشينز والحاجات اللي مع التكنولوجي بالنسبة للجراما بتاعنا النهاردة هناخد قواعد مهمة جدا we learn about the future as well and going to هنتعلم وهناخد المستقبل خاصة مع will هو دس كبير جدا هناخده مع will وgoing to وهناخد طبعا الموديل verb يعني أفعال فعل model يعني فعل نقص مع كان وإزاي نستخدمه في الفيوتشر اللي هي will be able to we learn about the first conditional وهناخد الحالة الأولى من if الشرطية the present symbol that will or won't والمصدر طبعا النهاردة عندنا زخم كبير جدا وحاجات كتيرة زي متشايفين فنحتاج اللي انتو خليكم معا بقى وناخد screenshot ونقاعد كل ده وبرضو هناخد discuss plan for the future هنناقش أو إزاي نعمل plans يعني خطط للمستقبل we identify parts of speech وإزاي اللي احنا نفرق parts of speech يعني أجزاء الكلمات أو أنواعها زي مثلا النوان زي عنا نعرف النوان زي الأسماء verbs الأفعال وال adjectives اللي هي الصفات طيب نبدأ بقى نحفا نبدأ زي ما تعودنا بتقديم vocabulary وزي ما تشايفين طبعا عارفين بالنسبة لأهدف اللي شفتوها عندنا vocabulary كتير جدا وإن شاء الله احنا مدخلنا في examples حلو قوي عايزي كون تكتبوها واتبعوا معايا وإن شاء الله بإذن الله هتحفظوهم قبل نهاية الدرس بس احنا نركز حاجة بسيطة بسيطة نبدأ بقى بأول كلمة في vocabulary بتاعنا على الشاشة زي ما تشايفين production production زي ما أنا قلت ده عنوان title بتاع الوحدة بتاعتنا النهاردة يعني ايه؟ أيوة في ناس معايا هم الأول معناها ايوة تنبؤ أو توقع prediction معناها تنبؤ أو توقع الverb منها اللي هو predict تعريف لي هبقى if you make a prediction وطبعا تاخد طبعا الفالب اللي يجي قبلها اللي هو make make prediction if you make a prediction about something يعني لو عملت تنبؤ تنبأت عن حاجة you see what you think will happen in the future معناها اللي انت بتقول ايه اللي انت بتفكر هيحصل في المستقبل ده التنبؤ مثال for example many of his predictions are coming true many of his predictions are coming true يعني الكثير الكثير من توقعاته بتتحقق ماشي بقى ده الاكزامبل بتاعنا يبقى الكلمة بتاعتنا النهاردة اللي هي predictions predictions طعب الكلمة دي دي كلكوا عارفينها طبعا من اعدادي واخدينها من زمن traffic traffic ايه هو traffic اما نقول vehicles moving on a road or public highway اللي هي حركة السيارات vehicles يعني حافلات الحافلة عايز اقول الحافلة طبعا غير الكار الحافلة اي حاجة احنا بنركبها سواء بقى a taxi a car a track a lorry a train even a helicopter or a plane اي حاجة الانسان مواصلة بيركبها الانسان فدي تبقى vehicle معناها vehicle ترجمتها اما تيجي كفكات ترجمة يعني حركه نقول معناها حافلة اوكي اه نتابع معنا vehicles move يبقى نرجع للكلمة اللي هي معناها اللي هي ايه traffic again it means vehicle moving on a road or public highway يعني اه المرور او حركة السيارات في الهايوي يعني الطرق عموما او هي هي highway معناها طريق السفر او الطرق عموما تمام طيب ناخد example على كده ناخد مثال يبقى تاني اولاد traffic معناها حركة المرور شوف كنا بعدها motorbike كلنا طبعا عارفين motorbike motorbike معناها دراجة بخارية a fast two wheeled vehicle with an engine a fast two wheeled vehicle with an engine يعني برضو حافلة او مركبة فيها ب two wheels يعني عجلتين with an engine وليها محرك يبقى motorbike اه نجي بقى للحاجات اللي احنا متوقعها person copter person copter في الاخر person copter ده طبعا من لان طبعا الدرس بتاعنا بعنوان prediction الاشياء اللي احنا توقعها منها كلمة person copter يعني المروحية الشخصية يعني فيه توقعات اللي في المستقبل كل انسان او فيه ادات مواصلة وسيلة مواصلة هتبقى اسمها person copter يعني helicopter للشخص الواحد المروحية الشخصية نستخدمها للتنقل طبعا دي تنبؤات من احد تنبؤات والتوقعات اللي موجودة فيه درس النهاردة اللي بياني بيتكلم على تنبؤاتنا او تنبؤاتنا في المستقبل نشوف احكاية person copter دي اه طبعا معناها مروحية شخصية اوكي زي ما نقول in the future اه معناها helicopter that only one person used for transport زي ما نقول in the future person copter may be one of the means of transport يعني المروحية الشخصية ممكن تبقى احد وسائل الموصلات اوكي طب جيوبيتر جيوبيتر من الصورة كده جيوبيتر ده اسم كوكب كوكب المشترة جيوبيتر اعرفوا جيوبيتر ده الكوكب ده the fifth planet in the solar system يعني خامس كوكب في المجموعة الشمسية the fifth planet برضو عندنا Mars مش Mars Mars ده برضو اسم كوكب Mars is the second smallest planet in the solar system يعني تاني اصغر كوكب في المجموعة الشمسية اللي هو كوكب المريخ Mars قلوك ده معايا Mars برافو عليكم زي ما قولك in the future people will be able to travel to Mars in the future في المستقبل دي برضو احد الحاجات اللي احنا هتناولها بالتفصيل we the structure دو will be able to دي الكدرة في المستقبل اللي هي المستقبل بكان طبعا دي احد النقط الغوية بالنسبة structure او القواعد اللي في درسنا النهاردة وطبعا هناخدها بالتفصيل اللي will be able to يعني سوف نتمكن او سوف يكون قادر على زي ما نقول in the future تاني people will be able to travel travel to Mars يعني كوكب المريخ يبقى Mars يعني كوكب المريخ طيب نشوف برضو من الافعال اللي النهاردة هناخدها اللي هو فعال explain explain طبعا explain معناها يشرح او يفسر النون منها ايبقى explanation 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 يبقى الverb explain يشرح او يفسر الاسم منها explanation معناها طبعا to make something clear to make something clear يعني نخلي الشيء واضح لان احنا بنشرح يوضح يعني نخلي الشيء make it clear نخليه واضح clear يعني واضح float من الافعال اللي دي verb برضو اللي جنبها video يعني verb float عكسها sink اللي جنبها مكتوبة بالاحمر دي float معناها يطفو يطفو اما sink معناها العكس بقى يغرق او يغوص يعني معناها rest or move on or near the surface of a liquid without sinking يعني يتحرك بالقرب من سطح الليكود سائل بدون اللي هو يغرق اللي هو كلمة float for example مثال she relaxed يعني استرخت floating وطفت كده gently in the water she relaxed floating gently in the water يعني استرخت وطفت بطريقة كده gently in the water على سطح المياه يبقى دي float top burn فعل burn burn يعني ايوة برافو سامع الناس بتقول لي يحرق صح burn يعني يحرق الفعل ده الماضي منه ممكن نحطله ed منه burn burn او bt اللي هي burn يبقى burn الماضي منها burn ed او باضافة 80 نو burn burn اوكي اه معنى طبعا to destroy يدمر او damage يتلف or injure يعني يجرح by heat or fire عن طريق الحرارة او النار معنى burn يعني يحرق المثال اللي عندنا تحت ده بالاخدر he burned all the letters he burned all the letters يعني هو حرق كل letters اللي هي الخطابات اوكي يبقى فعل burn طب mountain طبعا كلنا عارفين كلمة mountain كلنا عارفينها معناها جبل mountain يعني جبل it's a very high area of land with steep sides a very high area of land with steep sides يعني منطقة كده عالية من الارض مرتفعة with steep sides الجونة بتاعها steep steep يعني منحدرة ده الجبل طبعا for example we sit off مثال we sit off down the mountain sit off يعني انطلقنا انطلقنا نزلين أسفل الجبل بدأنا ننطلق ننزل الجبل we sit off down the mountain اوكي في router blades خبا اكمل router اللي هو ملف زي الملف كده اللي بيطلع من المطور المطور او اللي بيطلع من روتر روتر blades اللي هي الرياش اه الرياش الدوار اه الرياش الطبعا اللي احنا ازاي بنشوفها كده في اه الرياش اللي هي او المراوح بتاعة الهليكوبتر او حتى المروحة اللي هي اه بنستخدمها في الصيف اسمها blades رياش المروحة اسمها blades او الهليكوبتر اه فطبعا اسمها رياش الدوار وروتر اللي هو الدوار او الملف زي ما نقول زي روتر blades اللي هي رياش الدوار of a helicopter are the forcing بتاعة الهليكوبتر هي الاربع رياش اللي بتبقى اه معدنية على اه على سطح الطائرة الهليكوبتر او بالنسبة اللي هي بتخلف وتخلي الطائرة الهليكوبتر تطير طيب flexible 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 خلي بقى لكم الادجكتف دي الصفة دي flexible معناها marine اولين flexible marine اولين ممكن نوصف بيها مادة خام عادي او ممكن نوصف مسلا واحد marine في مواقفه او تصرفاته او قراراته تنفع اللي اتنين زي ايوان معناها كيبابل اوف بيندنج ازلي وزاوت بريكينج لو استغنمها مادة يعني كيبابل اوف يعني القدرة على بيندنج اللي انت تتني حاجة وزاوت بريكينج بدون ما تكسرها دي المرونة فور اكزامبل المسال عندنا رابر رابر يعني ايبقى ايوه سمع الناس قالت المطاط رابر از افليكسبل ماتوريال رابر از افليكسبل ماتوريال ويلدنج ويلدنج طبعا اللي هو اللحام ويلدنج اللحام زي احنا ما شايفين كده لحام طبعا فاسنينج تو بيسز اما نربط او بنوصل تو بيسز اف متل هي عملية توصيل قطعتين من المعدن together by softening with heat عن طريق اللي احنا نخليها softening نخليها لينة with heat and applying pressure وبننفذ على pressure يعني نحط طبعا او نعرض القطعتين المعدنية دون pressure يعني ضغط ومن هنا طبعا احنا بنلحمهم for example you should wear a glove when welding glove بقى معناه معناه القفاز او قفازات اللي في اليد اللي هي طبعا بتقينا gloves gloves القفازات يعني you should wear a glove لازم تلبس كفازات وطبعا من اوائل من الحاجات طبعا بتاعت واهم safety precautions دواعي الامان اللي احنا بنستخدمها طبعا اما بنشتغل منها من اهم الحاجات اللي هي gloves gloves اللي هي قفازات الامان for example زي ما اقول you should wear a glove when welding يعني لازم نلبس القفازات وين welding عند اللحام يبقى welding معناها لحام طب نشوف الكلمات البعد كده نجي بقى لفقرة تانية خالص في حلقتنا من الفقرات المهمة وجزء مهم طبعا اللي هو grammar grammar في الواقع النهارده القاعدة مهمة جدا واكيد لازم هجيلكوا في الامتحام تاخل السنة اللي هو من f طبعا احنا عارفين ان f دي طبعا من زي كده قاعدة النحو اللي عندنا في اللغة العربية f معناها لو او اذا و f طبعا لازم يتبعها فعل شرط وجواب شرط طبعا هي طبعا لها كذا حالة بس النهارده هناخد يعني الحالة الاولى الحالة الاولى بتعبر عن حدث محتمل حدوثه for مثلا high degree يعني possibility يعني احتمال اللي هو هذا الحدث يحصل لاحتمال كبير جدا زي ما قولك مثلا if i have your phone number يعني لو معايا رقم تنفونك i will call you يبقى ده احتمال كبير اللي انا اتصل بيك اما اقول مثلا if you hurry if you hurry up لو انت اسرعت you will catch the bus هتلحق بالاوتوبيس or you will catch the train فده برضو احتمالية كبيرة فالحالة الاولى اللي هو first conditional من if بتعبر عن حدث محتمل يحصل لي باحتمال كبير او بنسبة كبيرة في المستقبل او في present في الوقت الحالي طيب first conditional زي ما هنشوف كده الحالة الاولى دي بتكون من اي حبيبي الحالة الاولى دي بتكون من if و if قلنا معناها ايه لو او اذا if معناها لو او اذا بتكون من if present symbol لو جاء بعدها present symbol اللي هو زمن المضارع بسيط بتاعنا يبقى في الجملة التانية بنجيب simple future اللي هو المستقبل will او المصدر will والمصدر i want والمصدر will زاد الbear form of infinitive i want زاد الbear form الbear form طبعا ممكن will او can او may او اي فعل ناقص بس يبقى في present بس هم حاجة يتبعه المصدر يبقى اونا كمان if هو الحالة الاولى من if بتتكلم talk about possibilities in the present يعني احتمالات احداث احتملات تحصل في الوقت الحالي or in the future او في المستقبل for example if it rains i will stay at home اذا احتمال يعني لو الدنيا مطارت trains هم درع بسيط والفعل في اس عشان ابلو ات if the trains i will stay at home لو مطارت هاوت في البيت فده احتمال كبير هيحصل if i woke up late i will miss the bus لو انا استيقظت مداخر i will miss the bus يعني هيفوتني الاتوبيس and if it is sunny if it is sunny يعني لو go مش miss we will go to the park هنروح طبعا احتمال كبير اللي احنا نروح the park الحديقة if juan leaves bola will be sad احتمال برضو if i find your email i will send you the picture if i find your email يعني لو تلاعيت الاميل بتاعك i will send you the picture هبعت لك الصورة if you study hard you will pass your exam يبقى كل الجمال المكتوب بالاحمر دي الزي ما نشوف اللي هو تكوين الحالة الاولى بعد if على طول المضارع بسيط عشان في ناس بتغلط ويجي بعد if will لا ما بيجيش بعدها if بيجي بعدها المضارع البسيط will دي تبقى فيه العبارة التانية او بتيجي قبل if ساعة if تبقى في النص ويجي قبلها will ومصدر وبعدها هم ضارع بسيط اما نشوف في example معنى امثلة هنتناولها الواجه طيب عندنا طبعا القادة هي فوق عندنا if اما يجي بعدها present symbol يعني مضارع بسيط بنجيب will ومصدر for example مثال if he takes root a يعني لو اخذ الطريق a he will reach the mountain he will reach the mountain يعني احتمال كبير يعني هيوصل الجبل فدي طبعا ادي اف بعدها takes takes مضارع بسيط وطبعا takes فيها s la طبعا اللي احنا نقولها المضارع بسيط اما يسبقوا فعل اما يسبقوا he او she او it او as مفرد بنضيف للفعل s ده زمن المضارع البسيط غير كده بقى ما نحطش للفعل s جبنا he will reach the mountain وزي ما قلت لكم الجبلة التانية بقى انا جايب جايبين f في النص لان اف ممكن تيجي في النص مش في الاول فين بقى will will mather will will mather عبارة will mather جات قبل اف جملة التانية تاني he will reach the mountain يبقى اف جايب لها will will mather وبعدها مضارع بسيط if he takes road a انا اعزار اكزامبل مثال تاني if he takes road a if he takes road a لو اخد الطريق رقم a or c او c he won't reach the city مش هيوصل للمدينة if he طبعا دي اه كل دي طبعا جملة بتعبر عن احتمالات بنسبة كبيرة هتحصل او بتحصل عشان كده بنستخدم الحالة الاولى if he takes مضارع بسيطة road a or c he won't reach the city a won't d احنا قلنا لا ما هو won't d يعني won't d عشان ما حد يشوف won't d وقل ايه ده ده ما شفناش لا دي هي صيغة النفي من ويل بس دي اختصار يعني won't d معناها will زائد not he won't reach the city اوكي نيجي بقى ناخد كده اا 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 كوز بسيط كده على اللي احنا قلناه عشان نسابته كده في دماغنا وانا عارف اللي انتو شاطرين وبتحبوا اا نمبر وان نغرق كده ونركز عشان نحل نمبر وان if you drop a brick into bucket of water يعني بقى if you drop يعني لو انت اسقط وقعت ماشي a brick brick يعني البطوب into a bucket of water bucket of water يعني جردل من المياه it is sink sink قلنا معناها ايه قدبناها في الكلمات برافو sink يعني يغرق يغوص طبعا احنا نقول دي طبعا حلة كام شايفين دروب دي مضارع يبقى دي حالة ايوة برافو سمع الناس ادي حالة اولى. طبعا هتبقى يبقى جاوب الشرف لازم اجيب ويل او وانت. ويل لو الجملة معناها مثبت وحسب المعنى لو الجملة اه طبعا هتبقى بالنفي بس معناها يا طبعا لو احنا اه رمينا قارب من المياه واقعنا قارب سوري من الحجارة اه قارب طوب يعني اه في جدل من المياه طبعا هيختص يبقى اتويل يبقى الحال ويل سينك اوكي طب نمبر تو اف يو هيت وورر تو اه هندرد سيليسيوس اتويل هندرد سيليسيوس يعني مية درجة مائوية يعني لو احنا سخلنا المياه لدرجة مية درجة اتويل ايه طبعا هتح يحصل لها ايه يعني طبعا هي اه طبعا هتغلي يبقى نمبر ايه السينك دي يختص طبعا غلط وبويل يغلي هي الصح نشوف بس ايه الحاجات التانية يعني عشان نرجع دي كلمات اللي احنا اخدناها يعني يطخو وعندنا يعني ينكسر طبعا احنا لو طبعا هنغل الماء لدرجة مية درجة هتبقى يعني يغلي نشوف ايه الحالة تانية بومب يعني لو احنا طبعا ضخنا الهواء يعني زي ما قلنا فاخنا يعني طاير يعني اطار كاوتش العربية اطار السيارة او كاوتش العربية اتويل ايه بقى هالبيرن هيتحرق طبعا لا بويل هيغلي ولا فلوت يطفو ولا بيكم بيجر طبعا كاوتش بيكم بيجر اوكي يعني هيتنفخ اوكي طيب اه فور اف يو دروب ابول انتو اتانكو فوتر اف يو دروب يعني لو انت اسقط ابول اه قورة انتو اتانكو فوتر في تانكو هزان من المياه ايه لا يحصل للكورة طبعا انت دعايد على الكورة لانا غير عقل اه يبقى اتويل سينك قلنا سينك يعني هتختص? ولا وونت سينك مش هتختص على الكورة طبعا ولا وونت فلوت طبعا ولا وينت دي نفي ويل ولا ويل بايل هتغلي طبعا الحل انا سمع كل الناس قالت الحل طبعا اللي هي عمراه ما تختص وكورة طبعا هتطفو فطبعا الترك وحي طبعا حد مسان يشوف اللوت ايقول لك على طول ات وونت فلوت لأ وونت دي نفي مش هتطفو بتحسيبها تطفو لا دي مش هتطفو دي نفي فناخد بالنا من الحاجات النافع والاثبات ونفسر ونقرأ الجملة اكتر من مرة ثلاث مرات على قل ونفسرها كده قبل ما نحل يبقى طبعا اوكي ايه بقى طبعا في الحالة حدية هحصل لها ايه هل هي سينك هتختص طبعا ما لهاش علاقة ولا بيه فلوت ولا ميلت ميلت دي فعل جديدها لسا لينه لسا جديده ميلت يعني يزوب ولا بيكام عايس طبعا اف يو كول وورر تو ازيرو تو زيرو سلسيوس ات ويل بيكام عايس المية هتبع عايس يعني تلك سكس اف يو وير سك غلافز يعني لو انت وير ارتدت سك غلافز احنا قلنا غلافز في تقديم الكلمات غلافز يعني ايه برافو يعني قفازات جو انت يعني لا وثك يعني سميكة تيلا يعني لو ارتدت قفازات سميكة وين يو ار ويلدنج اا وانت طبعا وانت بتلحم يو ايه طبعا اا وانت يو اا يور هاندس طبعا مش هتحرق ايديك مش هتصاب ايديك بالحرقات يبقى طبعا نمبر بي you want to burn your hand you want to burn your hand يعني لن تحرق يديك اوكي طبعا نجي نوايا تانية من الاسئلة اا دي طبعا اختيارات عندنا دي موجودة في كتاب بتاعنا اكسرساز مهم جدا بيقول لنا ايه you want to be able to start as a car يعني لن تكون اا هنا بقى بتاعت will able to will be able to we want to be able to لازم نعرف دي الاكسرساز ده متعلق بالتعبير على الابلتي يعني القدرة اا في المستقبل كان طبعا احنا عارفين كان معناها استطيع ويجي بعدها الفعل في المصدر اما المستقبل منها will be able to will be able to هو المستقبل من can يعني اقول لك مثلا today او these days اى can انا استطيع لنا مثلا ride a car او drive a car اوكي يبقى can today i can لانكان بتاعت مضاره وقيت معا today لان انا بتكلم في البرزن في زمن المضاره. in the future يعني في المستقبل we او i will be able to ما قولش كان بعد. لان المستقبل من كان. وطبعا نعرفها اللي هي زي ما حاركوا عارفين. يعني سوف اكون قادر على قدرة في المستقبل. اه مثلا اه 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 اي حاجة مستقبل نبدأ. اوكي? فطبعا اه يبقى صغط المستقبل من كان اللي هي اي حاجة مستقبل نبدأ بقول له على طول اي اولاد. اوكي? نشوف بقى بتاعنا هنختار ايه? يعني لان. طبعا نقول بي ايبل تو نفيها. دي معناها لن نكون لن تكون قادر على. نشوف بقى اللي اختارات اللي بالاخدار دي. يعني اه ضغط المية اه قليل? طبعا لا طبعا. يعني مش هتقدر تشغل العربية عشان ضغط المية طبعا ما لهاش علاقة. مفيش بنزين في التانك. ونشوف الدلتة قبل ما نقرر بقى. لازم نقرأ كل الاختارات. حتى لو انت حطيت عينك. اتلاقيت مسلا او ما قرأت اختيار. اتلاقيته صح ما تتسرعش. لازم تقرأ كل الاختيارات. يعني بقى يعني هتصب صدمة كهربية. هاد الكهربية يعني. طبعا الحل اللي نعرفينه. مش هتقدر اللي انت تشغل العربية. ايوه برافو عليكم بقى. برافو. لاني مفيش بنزين في التانك. اوكي نشوف جملة كمان? يلا. يعني المية مش هتطلع طبعا. ليه? تاب يعني السنبور اللي هو الحنفية يعني. يعني المية مش هتطلع او مش هتمشي في الحنفية طبعا. ليه بقى? هتصاب صدمة كهربية طبعا ما لهاش علاقة. ولا لان ضغط المية ضعيف. ولا لان فيه انقطاع في الكهرباء. طبعا كلكم كررتوا وعرفتوا برافو عليكم. المية مش هتطلع في الحنفية. يعني ضغط المية قليل. ما فيش ضغط المية عشان تمشي في الصنبور او الحنفية. طيب. نشوف الجملة نمبر سري. نشوف نمبر سري. الناس متفاعلة هي وبتجاوب. برافو عليكم. لو انت المست يعني سلك عاري. سلك غير معزول يعني. هي باللوحيدة معناها عاري. لو انت لمست السلك اللي هو العاري او غير معزول. مالهاش علاقة طبعا. جيتنا كده ما كزا مرة. ضغط المية اه قليل. يعني هتصاب بصدمة كهربائية. طبعا كلكم عرفتوا لو احنا لمسنا بير كابل هنوصلها بايه بالتلاتة اختراف ديه. طبعا برافو. يعني هتصاب بصدمة كهربائية. تاني الجملة على بعض كده. يعني لو مست بير كابل يعني السلك العاردة او الغير معزول. هتصاب بصدمة كهربائية. يعني هتصاب بصدمة number four. the electric light want to go on. the electric. the electric light want to go on. the electric light يعني المصبح الكهربي. want to go اي جهاز اي جهاز بيشغل بكهرباء ولا عليه electric. electric. the electric heater, electric light and so on. المصبح الكهربي مش هيشتغل. go on يعني مش هيشتغل. اوكي. because there is a power cut. اول واحدة. لاني فيه انقطاع في الطيار. ولا number two. because there is no water in the tank. يعني مفيش مية فيه التانك الخزان. ولا because the water pressure is low. لان طبعا ضغط المية قليل. طبعا كلكم عارفتوا الاجابة. اه طبعا because لان طبعا مفيش طيار. اه because there is لاني يوجد انقطاع فيه الطيار الكهربائي. نقول بقى جملتنا مع بعض. يبقى the electric light want to go on. the electric light want to go on. يعني المصبح الكهربائي لن يعمل. because there is a power cut. because there is a power cut. لان فيه انقطاع في الطيار الكهربائي. اوكي. اه نقبى برضو نوعية تانية من الاكمل. ودي برضو عن القواعد بتاعتنا اللي احنا اخدناهم. اه بس هنا هنكمل الجمل دي باستخدام طبعا هنتوقع طبعا اللي معانا حالة اللي احنا اخدناها. وكمان بس برضو شرط اللي احنا مع هنستخدم افعال تلات افعال بقى لازم نحفظهم. يعني محصورين في تلات افعال عشان نحفظهم مهمين جدا. اللي احنا مقدمينهم في كما دي جيدة. بيرن طبعا معناها اه يحرق. ماشي وانا تصرفاتها بيرند. ممكن نحط اي دي او تي او بيرنت. وفعل بريك. بريك يعني ايه? برافو. يكسر. ويفعل فلوت. 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 يعني ايوة. يعني يطفو. طيب. نشوف بقى اول جملة. يبقى تاني. افكركم بالنستركشنز التعليمات. هنستخدم في الجمل دي او وانت مع التلات افعال هي بيرن وبريك وفلوت. طيب. افها بيم اف كونكريت. بيم يعني لو في دعامة خرصانة. از استراك باي اسمول هامر. يعني خبطناها او دقينا بيها على بي اسمول هامر. يعني اسمول هامر يعني شكوش زغير. الا يحصل. اه طبعا احنا يعني محصورين في تلات افعال. هنستخدم في فعل بيرن يحرق. مالهاش طبعا علاقة. ولا بريك يكسر ولا فلوت. فلوت بعيدة عن المسلة. طبعا احنا نقول بريك. هل هتنكسر ولا مش هتكسر? طبعا مش هتكسر. لان شكوش زغير مش هيكسر دعامة خرصانية. فهنعمل ايه بقى? ومع اف. و اف لها قاعدة. فكروني بقى بالقاعدة بتاعت اف معدي. اه الحالة الاولى. هي الحالة الاولى هي ممكن تستخدم في الزير برضو على فكرة خليباتكم. بس هنا عشان احنا اه هنا في الحالة الاولى. اه هنقول طبعا ودي احتمال كبير يحصل. فنستخدمها في الحالة الاولى. افا بيم اف كونكريت از يبقى ايوه. يعني لان تنكسر. وقلنا دي اللي انا في دي زائد ناط. يبقى يعني لو خبطنا او دقينا شكوش زغير عادة دعامة خرصانية مش هتتكسر. طب نشوف الجملة التانية. يعني لو قطعة من الورق كده. يعني تم ما اشعلها. وزا ماتش ماتش يعني عوض ثقاب. عوض ثقاب يعني عوض كبريت يعني. اوكي? يعني لو قطعة من الورق اه اشعلناها او ولعناها بعوض كبريت كده. ايه لا يحصل? ايوه. يعني سوف اه تتحرق. هتتحرق طبعا. فدي برضو الحالة الاولى من اف. ويمكن تستخدم الحالة زير بس يخلينا عشان دي الواحدة ده تعملها عندكم في الواحدة. وموجود هي الحالة الاولى. اه يبقى افا بيس اوف بابر از لت وز اماتش ات ويل بيرن. طيب. شوف نمبر ثري. افا بار افستيل از دروب اون استون فلور. بار افستيل اه يعني اه قضيب من الحديد الصلب. لو قطعة قضيب من الحديد الصلب دروبد وقع اون استون فلور على ارضية صخرية ايه لا يحصل طبعا اتونت بريك قضيبنا الصلب هي وقعد الارض مش هيكسر طبعا. طب ايفها بين اف جلاس بين اف جلاس يعني لوح من الزجاج. لوح من الزجاج از دروبت اون كونكريت فلور يعني لو وقع عالم صناع BUR يعني ارضية خارسانية كونكريت يعني خارسانة ايه لا يحصل طبعا لوح الزجاج هيكسر. هي بقى هتقول لبقى ايوة. هم ميشان هقول بقى انتوا لها يا جوبة بقى whatever very good good answer correct answer very good well done. it will break. well break يعني هتنكسر. number five. if a piece of food is dropped into water? if a piece of food. يعني لو قطعة من الخشب is dropped وقعت او سقطت into water في المية قطعة الخشب هعمل ايه بقى? هتحصل ايه بقى? هيحصل لا اعلك لو قعت في المية. ايوه قلتوا الانسر عليكم. وقلنا يعني يعني يطفو. هتطفو على سطح المية. يعني لو قالب كده من اه التلك لو قالب او مكعب. كيوب يعني مكعب. مكعب تلك يعني لو حصل لها لو حطناها كده في كوبات مية. مكعب تلك يتحط في كوبات مية. حصل له ايه? حكتين. زي اللي زارت كده. برافو عليكم. يعني هيطفو. برضو. يعني هيضوب. طيب. نيجي بقى بتاعنا. اللي هي قطعة الفهم. وقطعة الفهم دي طبعا اه جاب لكم قطعة جاملة جدا. اه بتعتمد على الخيال. والبريديكشن. اه اه انا متأكد اللي هتعجبكو جدا. اه موضع شايقة. اه بس هناخد طبعا زي اللي احنا متعودين ال الاسئلة اللي بتتقال في بداية قطعة الفهم. السؤال نمبر وان. يعني اه اه كم السرعة اللي الناس هتقدر اللي هي اه تطيرها. اه في بيرسن كوبتر. قلنا بيرسن كوبتر ده ده احد الاختراعات اللي احنا من التخيل ممكن تحصل. في المستقبل اوسطة المواصلات اللي هو المروحية الشخصية. اه السؤال الثاني. يعني في اي. يعني في اي سنة هتقدر اللي انت تبقى قادر على اللي انت تطوي التلفزيون بتاعك وتشيلو معك. تطوي كده تلفو يعني وتشيلو. طبعا ده اه ناس العلماء والتوقع اللي ممكن يبقى فيه ممكن اللي احنا نلفو او نطوي ونشيلو معنا في اي مكان. طب نجيبها للقطع بها عشان نحل الاسئلة بتاعتنا. طب. يعني ده طبعا كلها تنبقات في سنة اه الفين خمسة وعشرين. الناس هتبدأ هتبقى قادرة على يعني هتشاهد التلفزيون على شاشة يعني مرنة قابلة للطي بتتلف. هتبقى قادر كمان على اللي انت يعني تلف تطوي الشاشة وتحملها في اي مكان. ممكن اللي انت يعني تعلق الشاشة دي عالحيطة او تقراها تستخدمها اللي انت زي ما بتقرأ كده بتقراها زي يعني جريدة. يبقى دوت اول اختراع ممكن نشوفه في المستقبل. طيب نشوف الاختراع التاني. التنبق على الاختراع التاني. في السنة ديات اللي هي الفين خمسة وتراتين. طبعا كل الجمل فيها ويل واحنا قلنا ويل لدك وين زمن ايه? الا انت بتتنبق في حاجة سنة ليسا ما جيتش في المستقبل. يعني الناس هيبقى اااااااااام معها المروحية الشخصية. اللي يا طبعت مروحية شخصية كل واحد يركب مروحية شخصية ليه زي اللي في الصورة ديت. اااااااااااااااا اخطراع الايس. ات. السائق هيقعد فيها زي ما انت بتركب كده يعني دراجة بخارية يعني يعني الالة هيبقى فيها آآ رياش كده رياش دوارة زي المروحيات بتاعة الهليكوبتر مروحيات دوارة زي اللي في الهليكوبتر يعني السائق يعني سوف يكون قادر على. احنا عنا دين المستابع ليس هنا المستابع من كان. يعني السائق بتاع دي الموصلة ديت هيبقى قادر على يتير قدي بقى تلتمية كيلومتر في الساعة طبعا صرعة فائق. نشوف كمان آآ what's next. and 2045 في السنة دي people will think of a tv program. الناس will think يعني فعلي think يعني تفكر think. هتفكر مسلا في برنامج tv program. ماشي مجرد اللي انت ما تفكر في برنامج تلفزيوني. the program will automatically appear. the program يعني البرنامج will automatically يعني automatic كده في الحال من نفسه ماشي appear. يظهر on the screen في الشاشة. يعني يبقى يعني احنا هنشغل الحاجات مقصود يعني في السنة ديت. هيبقى عندنا التكنولوجي. الاختراع اللي احنا نشغل البرنامج من خلال بس اللي انت تفكر. تفكر يومي البرنامج مش تغل. طبعا هتبقى تكنولوجيا طبعا. وآآ توارد افكار. وبتوارد الافكار بينك وبين الجهاز هشتغل آآ البرنامج. اوكي. طبعا كل ديت تاني بوقات المستعبت. طبعا نشوف بقى اخر حاجة كده. في السنة ديت برضو قدرة في المستقبل. يعني سوف تكون قادر على. اللي كان في المستقبل. يعني تتواصل مع كل اللغات في العالم. بس ايه هنقدر نتواصل بكل اللغات في العالم? ازاي بقى? بتكنولوجي. اللي هي ايه? زي الكمبيوتر الكمبيوتر يختراع الكمبيوتر هيبقى صغير. هيبقى جوا يور اير. اير يعني الازن. والترانزليت هيترجم كل حاجة باللغة العربية. طبعا عندنا ايرفونز. اه بترجم طبعا مدعمة بكمبيوتر. وبترجم اي لغة انت بتسمع موجودة بس هتبقى حاجة صغيرة يعني. انا متاكد طبعا انتو قطع جميلة ويعني كلها خيال طبعا كل واحد قال يا ريت بقى اللي احنا يجينا الاختراع دوت. اه اه عايزين بقى ان نحل الاسئلة بقى وانا متاكد اللي انتو كلكم هتحلوا الاسئلة صح. طب نشوف كوستشن نمبر وان? كوستشن نمبر وان? اوكي. السؤال بقى هاو فاست يعني. يعني كم السرعة? اللي الناس هتبقى قادرة على يسافروا طبعا قطع دي موجودة في الكتاب. فياريت بقى الناس ايه? تبقى معاك كتاب عشان ترجع للقطع وتشوف الاجابة وتعمل عشان نقرأ ايه? عارفين بقى اللي انت بتقرأ القطع عشان تجيب الفكرة العامة. اللي احنا بنقرأ قطع عشان نيجيب التفاصيل البسيطة. اه كم السرعة بقى? ها? ايوة سمع الناس بتقول اوكي. اوكي. في البرسنكوبتر? السرعة بتاعته ايه? اللي انت طير ات فلاي ات 300 كم تخسر كيلو ميرر في الساعة. نجيب السؤال التاني? اوكي. يعني في اي عام? هنقدر لحنا نلف كده او نطوي الشاشة بتاعتنا ونشيلها معنا بقى. يبقى معنا شاشة قابلة للطي. او دي موجودة في القطاع. اوكي. ثري. what will you be able to control with your mind in 2045? what will you be able to control? يعني ماذا? ماذا اللي انت تبقى? طبعا احنا قلنا سوف تكون قدر على. ماذا اللي انت تبقى تقول قدر على تتحكم فيه? in your mind بعقلك. يعني نتحكم فيه او نشغله بمخينا بعقلنا. ايه بقى? في السنة دي? ايوة. ايه بقى? يعني بالتفكير بس هنقدر اللي احنا مش هندوس بقى على اه كنترولز ولا باطمز? هنقدر نتحكم فيها with machines. machines يعني بالت. اه. four how will you be able to fly from your home to your college? how will you how will you be able to fly from your home to your college? يعني سؤال بها هو يعني ايه? ايوة. كيفا? كيف هتبقى قادر على اللي انت تطير او تتحرق من بيتك لكلية بتاعتك? يعني هتا طبعا بسلعة المواصلة. احنا خدنا بقى في القطعة اللي بتقولنا في مواصلة ممكن اللي هي تبقى موجودة في المستقبل. ايوة اللي موجودة في القطعة. اللي هي المروحية الشخصية. الهليكوبتر الشخصي للفرض يعني. طيب. اه نيجي عندنا. اه في الواقع اه الوحدة جميلة جدا جدا. والمليانة اه وفيها قوات كتير جدا وفيها كلمات كتير جدا. انا اعتقد دي من يعني اه من دي واحدة فارقة لكم. واحدة تأسسية. اه ودي بداية الترن. فانا يعني دي انطلاقها جميلة جدا لو احنا اهتمنا بالوحدة دي. وحفظنا كل الاسئلة اللي عليها. اه نجي الكميونيكيشن. الفيوتر تنز. اه اه ويل مع گوينج تو. ويل ويز گوينج تو. طب. اه امتا بنستخدم ويل وامتا بنستخدم گوينج تو حبايبي. ويل اكسبريس فيوتر اكشن دساديد اد امومنت اف سبيكينج. الاتنين بيستخدموا في المستقبل. يعني ويل دي بنستخدمها في الفيوتر اكشنز. يعني اه 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 الاحداث المستقبلية. اللي بس احنا بنقررها في اه تبقى وليدة اللحظة. بنقررها في الحال. اه دي بالنسبة يعني اه وكمان بتستخدم في يعني القرارات او القرارات المفاجئة. زي ما اقول مسلا اما يجي مسلا في اه في مسلا مطعم. وقال لك انت عايز ايه? مش هتبعه تقول لك بقى انا افكر ولا اه لسا هقرر. زي مسلا ما جرس الباب من وانت عادي رن مسلا. مش هتفكر بقى هتقول لك اه افتحه المفتاح. ده قررت سريع. ماشي? يبقى تقول مسلا لو انت مسلا اه جرس الباب رن. اه مسلا اف يو مسلا اه لو انت مسلا حاطت لبن على البتجاز وهو فار. هتقول اي ويل سويتش اوف زجاز. لازم اللي انا اقفل اه البتجاز مسلا. فطبعا ده قرار سريع مع ويل يبقى ده اه اه يعني هتناول السلط طبعا لو جالك حد وقال لك انت عايز تتناول ايه? فويل بتستخدم مع اتخاذ قرارات يعني قرارات سريعة. اما بي جوينج تو ولازم جوينج تو جاب لها اه طبعا بتستخدم في خطط اه وقرارات ونوايا دي على المدى الطاول. يعني نيكست سامر يعني اصف الجاية مسلا ام going to travel to اليكزاندريا. هسافر لسكندريا. ده طبعا قرار او خطة على المدى البعيد. طيب اه ام سورزات وكمتو زا اندوف اوار ايبسيت توديي. اه ان شاء الله هنكمل الدرس ده ان شاء الله. الحلقة الجاية اه كنت تساعد معكم جدا بس الوقت خلص. اه مضطر لنا سبكو حبيبي وان شاء الله على وعد اللي انا اشوفكو الحلقة الجاية. اه كان معكم مصر محمد الفرجي من القنوات التعليمية التلفزيون المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.